يقيم مكتب صحة العامة والسكان بمحافظة عدن وبدعم من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي الدورات التدريبية حول إدارة المستشفيات للقيادات الصحية بالمحافظة والمديريات وفي افتتاح الدورة أكدت وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي أن الدورة تهدف إلى تأهيل الكوادر القيادية في مجالات القيادة والحوكمة وإدارة المعلومات والجودة وإدارة الإمداد الدوائي وإدارة الطوارئ وتضم ألف موظف من كوادر القطاع الصحي من جميع المحافظات المحررة من جانبها القت مدير عام المرأة بوزارة الصحة العامة وسكان الدكتورة زينب القبس محاضرة تناولت فيها فن القيادة في الجوانب المختلفة وأهمية تأهيل الكوادر الصحية في عموم المرافق الصحية بهدف تحسين جودة العمل وتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمرضى ترجمة نانسي قنقر